مرحبا بكم مشاهدين إلى المسائية إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا وفي فقرتنا الليلة نتابع الناتقة باسم الرئاسة التونسية تقول إن حالة الرئيس الصحية مستقرة واجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لبحث الأوضاع في البلاد وتفجران انتحاريان وسط العاصمة التونسية يوقعان قتيلا وجرحا من المدنيين ورجال الأمن والشاهد يتفقد الأحوال الأمنية بالعاصمة ويصف الهجوم بالفاشل على روح الشهيد التي توفى في هذه العملية الإرهابية عملية إرهابية جبانة وفاشلة دل على أن الإرهاب والإرهابيين في تونس في حالة يأس بعد النجاحات الأمنية والعسكرية الكبيرة التي تحقت في السنوات الأخيرة وخاصة النجاحات التي تحقت في شهر رمضان وفي الشأن الليبي قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على كامل مدينة غريان مع قلق قوات حفتر غربي البلاد اليوم تقدم بدون خسائر والحمد لله العدو تكبد خسائر كبيرة اليوم اليوم أخذنا أماكن كبيرة من العدو سيطرنا بالكامل على خط النهر ونتابع في المسائية فقرة الأسبوعية إبداع الجمهور وإطلالة على الأعمال الفنية للشباب المبدعين مش عايز صوت في المكان هنصور ما شهد مؤتمر المنامك لكي تأول مرة أكشن وفي أخبار الرياضة متواصلون معكم في متابعة نتائج المنتخبات العربية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين وحدة الصلاح مهارة تخلص مهارة تحسن مهارة هنا ومهارة هناك عملها 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 محمد صلاح المهارة المهارة ومحمد صلاح في هذه الغارة غارة على مرمى كونف مرحبا بكم عقد رئيس البرلمان التونسي اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وقالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيد قراش قالت إن حالة الرئيس مستقرة وهو بصدد إجراء فحوص في المستشفى العسكري من جهته أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنه زار الرئيس السبسي في المستشفى وهو يتلقى العناية اللازمة وكان مستشار الرئيس التونسي فراس قفراش قد قال في وقت سابق إن حالة رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي حرجة وطلب قفراش في تغريدة على تويتر الدعاء للسبسي بالشفاء ثم عاد مستشار الرئيس وقال في تغريدة أخرى بعدها بربع ساعة قال إن حالة الرئيس مستقرة وطلب عدم الانسياق وراء الشائعات وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من أمام المستشفى العسكري حيث يتواجد رئيس الجمهورية التونسية ينضم إلينا الزميل محمود المجدوب مراسل الجزيرة مباشر محمود مرحبا بك ما أخبار صحة الرئيس السبسي ما التفاصيل لديك في هذا السياق نعم زميلي العزيز كما سمعتم جلكم وكما قالت أيضا ناطقة الرسمية باسم رئيسة الجمهورية فإن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هي حالة مستقرة ويتواجد هنا بعد وعك أصابته في الصباح وحالته كما قلت سامخا مستقرة يعني موضوع صحة صحة الرئيس كان تطرق الحديث إليه بسبب أول شيء كان هناك بيان كان نزل على الصفحة الرسمية للرئيسة الجمهورية وتحدث وكما يعلم الجميع أن حالة صحية استوجبت نقله بعد وعك أعتبرت حادة في الصباح إلى المستشفى العسكري ولكن هنا بالطبع المستشفى لا أحد يقدر حتى للدخول أو الاستثار هناك حالة من التكتم ولكن التصريحات الرسمية تبقى متفائلة كما قال في الندخة الرسمية كما قال رئيس الحكومة الذي كما قال سابقا أنه زار الرئيس وأن حالته ستكون طيبة هذا هو الوضع حاليا أن الناس في الشارع يتسألون حتى نحن وقفون هنا أمام المستشفى والعديد من الناس يتوقفون ويسألون عن حقيقة ما قالوا بعض الصفحات عن إشاعة وفاته إلى آخره التي بالطبع تم نافيها هذا الصباح محمود مراسل الجزيرة مباشر أرجو أن تبقى معي مشاهدين الكرام أرحب هنا في الستوديو ينضم إلينا الدكتور أحمد القديدي سفير تونس السابق بدولة قطر دكتور أحمد مرحبا بك سر صحة الرئيس السبسي تضاربت بخصوصها النقلة إلى المستشفى وقيل أولا إن حالته مستقرة ثم قيل إن حالته سيئة ثم قيل ما قيل ما هي الأخبار التي لديكم دكتور أحمد والله لو تفتح محمد أدوات الاتصال الاجتماعي بتلاقي تضارب في الكلام وتصريحات حتى تصريحات الرسميين ولا مستشاريه في اعتقادي وأنا أتابع من بعيد زادت الطين بلعا بواحد يقول كلام أنا أعتقد أن الخطر الكبير هو في عدم موجود محتمى دستورية في تونس إلى جانب الوضع الداخلي المتأزم في نظرنا غير متفائل حقيقة لا أخفيت والوضع الأقليمي أيضا وتدخلات بعض القوى الأجنبية والعربية في تونس هذا يجعل أن الوضع حرج مش وضع الصحي للرئيس هو الحرج بس وضع تونس كله حرج أنا أتمنى الذي هو صديق عزيز واشتغلت معاه أستاذ الباجي قيد سبسي أتمنى له الصحة الجيدة ولكن العمر له نوميس هذا الذي كنت أسألك الرئيس السبسي في 92 عام ما شاء الله نعم يعني عمر طويل عمر هل الوضع الصحي الآن وأخذه إلى المستشفى العسكري والمتابعة هل كانت هناك مقدمات عن صحة الرئيس كيف كان وضعه كان يبدو دائما حاضرا ويتحدث حاضر في تمام وعيه وخفيف الرضل كما يقولون ويتحدث بشكل واضح وهو تذلك نعم ولكن السن عنده نوميس وعنده ثنن الإنسان هذا شيء مثل ما نقول أريتميتيق العمر هو هذا الله يطول في عمره لكل حال ولكننا أتمنى له صحة جيدة ولكن من قتلتنا وضعه هو صحي حرج في بلاد ومجتمع وضع حرج وأكثر حرجا سنعود دكتور أحمد إلى التفاصيل المتعلقة بالوضع التونسي بالوضع المغاربي بالعربي بالشأن التونسي أيضا في الداخل التونسي في تونس الوضع الأمني هز انفجاران انتحاريان منفصلان العاصمة التونسية حيث استهدف الانفجار الأول دورية لقوى الأمن البلدي في شارع الحبيب بورغيبة موقع قتيلا من بين عناصرها خمسة جرحة اثنان منهم من رجال الأمن أما التفجير الثاني فوقع قرب موقع للسيارات تابع لمقر فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة القرجاني بالعاصمة أيضا وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص من جانبه قال رئيس الحكومة التونسية عقب تفقده موقع الهجمات قال إن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا فاشلة منوها بضرورة التصدي إلى مثل تلك الأعمال محمود مراسل الجزيرة مباشر أعود إليك مرة في تونس نسمع أول الرئيس الوزراء ثم نعود إلى مراسلين تابعوا ترحموا على روح الشهيد التي توفى في هذه العملية الإرهابية عملية إرهابية جبانة وفاشلة دل على أن الإرهاب والإرهابيين في تونس في حالة يأس بعد النجاحات الأمنية والعسكرية الكبيرة التي تحقت في السنوات الأخيرة وخاصة النجاحات التي تحقت في شهر رمضان العملية هذه تهدف إلى إرباك التوينسة والاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي وحنا على أبواب موسم سياحي وبضعة أشهر من الانتخابات ولكن نحب أن نقول للتوينسة أن عقيدتنا راسخة وأن المجموعات هذه ما عندهمش مكانة في تونس وحربنا معهم حرب وجود حرب حياة أو موت ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر إرهابي من المجموعات الإرهابية هذه نحب أن نقول للتوينسة ما تخافوش ما تخافوش وكونوا موحدين حول القوات الأمنية والعسكرية متاعكم كونوا عندكم ثقة تامة في القوات الأمنية والعسكرية لنحب أن نحقيها على المجهودات القوية والكبيرة التي قامت بها في السنوات الأخيرة هذه العملية تدل على يأس الإرهاب والإرهابيين في تونس نحب أن نقول لتوينسة أنهم يكونوا موحدين وكونوا عندهم ثقة في الدولة متاعهم لأنه في الوحدة متاعنا رسالة ضد الإرهاب وضد الإرهابيين رسالة الحياة وثقافة الحياة وإرادة الحياة ضد ثقافة الموت والخراب والدمار اللي بشروا بها ويدعيوا لها الارهابيين هذوما فاليوم مطالبين أن نتوحدوا نكونوا مع بعضنا يد وحدة لدحر الارهاب وعن النصر قريب وثقتنا تامة في قواتنا الأمنية والعسكرية عودة للزميل محمود المجدوب مراسل الجزيرة مباشر محمود أوجز لنا التفاصيل الحادثتين الانفجاريتين الانتحاريتين هل هناك إشارة إلى جهة ما من المتسبب تونس كانت فيها انفجارات هدأت موسم سياحي على الأبواب تونس تنتظر حوالي عصرة ملايين كيف سيؤثر هذا الانفجار على السياحة التونسية وعلى الوضع الأمني بشكل عام؟ نعم بالفعل العمليات الارهابية دائما ما كان لها تأثير على التوافد السياح وعلى الموسم السياحية عموما في تونس مثل ما حصل في العمليات التي صارت سابقا في منطقة سوسا هذه العمليات التي صارت اليوم في شرع رئيسي من شوارع العاصبة يعتبر مكان حساسي هناك فيها كنيس هناك فيها سفارة غير بعيد عن مكان الانفجار هناك محلات تجارية الناس ترتادوا بكثرة يعني كان هناك فعليا خطر لعدد كبير حتى من الضحايا هذه العملية التي جدت الصباح اليوم هي العملية حتى الرئيسية التي صارت في شرع الحبيب بورقيبة وتقاطعه مع شرع شارد جول هذه كان نجر عنها وفاة أحد رجال الأمن وهو عون للشرطة البلدية دائما هي الشرطة البلدية تكون متواجدة في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة هي منطقة قريبة من الأسواق وتكون فيها لها دوريات هناك وكان هناك أيضا أربعة من الجرحة وأحد من ثلاثة من المواطنين العديين وواحد من رجال الأمن هذا بالنسبة لمنطقة الحبيب بورقيبة بالنسبة للعملية الثانية التي جرت قرب مركز لوحدة مكافحة الإرهاب منطقة القرجاني هذه العملية وكما قال الناتق الرسمي باسم وزارة الداخلية يبدو أن منفذها حاول الدخول إلى الثكنة للداخل ويقع أكثر عدد من الإصابات ولكنه لم يفلح في القيام بذلك واضطر لتفجير نفسه أمام باب الثكنة وكان نجم عنها أربع إصابات مما بين رجال الأمن شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمود المجدوب كنت معنا مباشرة من تونس في تفاصيل الانتحارين دكتور أحمد عودة الانفجارات العمليات الانتحارية تحديدا في شارع تونس الكبير شارع الحبيب الرقوبة وفي يوم في توقيت مرض الرئيس وفي توقيت تحاول تونس أن تؤثث في بيتها الاقتصادي والسياسي وفي ظل المحيط المغارب والإقليمي الآن هذا الجرس هذا الاستفهام في أي خانة يضع تونس الآن والله قبل أن أجيبك محمد سمحني أنني أشارك رئيس الحكومة طبعا في الترحم على شهيد الأمن وإن شاء الله المجريح يعافيهم الله من هذه المصيبة التوقيت عنده قيمة طبعا نحن مستعدين تونس للتحقاقات الانتخابية في أكتوبر ونوفمبر إذا ما أجلتش وإذا ما ذاتش تعقد الوضع أكثر فتعيني إشارة مبعوثة من طرف جهات أعتقد جهات داخلية وجهات خارجية هذا يجب أخذه بعين الاعتبار جرس انذار يعني أما إجهاض الثورات أو التراجع أو تمتن الدولة العميقة منها واسترداد المصالح والفساد تونس نجت إذا قارننا بينه وبين مجتمعات عربية أخرى فهذا التوقيت عنده معنى وأنا أخشى أني في ملاحظتي للعنف الذي أصبح يسود المجتمع والخروج على القوانين وكثير من البورتجات بعنى التونسيين كانوا طوال حياتهم مسالمين مسالمين جدا ولا يزالون ولا يزالون وربي يسطر تونس وربي نجاها من هالأزمات ولكن اللي يخوف هو حجم وعدد الشباب الذي يتخرج من الجامعات البطال البطال ربما أنا في نظري أن الإرهاب سوف يتخذ شكل آخر غير التطرف الديني الآن الشاب التونسي اللي عددهم كبير مئات الألاف إذا ما نقولش مليون أمامه ثلاث أبواب في اليأس بعد ثلاثة عربعة خمسة ستة سنين ما يلقى الشغل صحيح وصاحب شهادات عليا في ميادين متعدة هذا ما نقولش نرجع للأسباب لكن الآن أمامه في ملتقى في تقاطع الطرق هذا الشاب أو هذه المئات الألاف من الشباب أمامها ثلاث حلول إما داعش وانت تعرف محمد اللي عنا أكبر كوتا في داعش ومنهم من عاد إلى تونس منهم من عاد ومنهم من خلايا نائمة في تونس ومنهم من لم يعد هذه حاجة الباب الثاني هو ما يسمى يحرق يعني يقطع البحر خلصة وبطرق غير شرعية ليلتحق بحلم أوروبي مدلس ومزيف الحل الثالث هو الزطلة والمخدرات أو العنف والبركاجات فهذا مما يجعل أن حتى الإرهاب أصبح تخذ شكل ثاني غير التطرف الديني المتعرف عليه وخلف هذا المسرح خلف هذه السطارة تبدو أن هناك أياد سياسية أيضا توظف هذه القابليات داخلية وخارجية دكتور أحمد أرجو أن تبقى معي أرحب مشاهدين الكرام بضيفينا معي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس الأستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ نصر الدين مرحبا بك معي أيضا عبر السكايب من تونس ردوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية أستاذ نصر الدين بن حديد هذا التوقيت له دلالة رئيس يذهب إلى المستشفى وانفجاران انتحاريان اثنان يهزان أكبر الشوارع في تونس هذا التوقيت والدلالة بعلاقتها بالتحولات السياسية الداخلية في تونس والإقليم المغاربي أشير إلى المشهد الليبي تحديدا زميلي محمد السلام عليكم وعلى جميع المشاهدين وعلى ذيوفك جميعا أعتبر أن التوقيت مهم جدا الإرهاب لا يشتغل من عدم ولا يشتغل من فراغ التوقيت على قدر كبير من الهمية وذكر جميع المشاهدين بأن عملية نوز الأمبريال في سوسا في 2015 شدت يوم 26 حزيران ونحن اليوم 27 حزيران 2019 أي أن الإرهاب أراد أن يذكرنا بأن له بصمة منذ أربع سنوات وله بصمة الآن التوقيت يرتبط بالعدد هناك ثلاث عمليات إرهابية اليوم هناك تلق نار على محطة للرسال التلفزي والإذاعي بجبل عرباطة بالجنوب الغربي في منطقة القفصة هناك عملية شارع الحبيب بورقيبة هناك عملية الجرجاني عملية عرباطة هي هجوم على مؤسسة تشتغل في الإرسال الإعلامي وعملية شارع بورقيبة هي عملية تمس البعد الرمزي لشارع بورقيبة من اقتصاد ومن سياحة وعملية الجرجاني تمس البعد الأمني أي أن الإرهاب أراد أن يقول بلغة الصحافة القديمة بالبنت العريض يمضي أنه عملية ثلاثية يثلث من باب التأكيد على أنه حي وعلى أنه فاعل وعلى أنه موجود ومن ثم هي عملية إثبات وجود أكثر منها عملية البحث عن إسقاط الضحايا أو شهداء كذلك أريد أن أؤكد على بعضنا آخر خطير أي ارتدادات العملية أهم من العملية ذاتها ارتدادات العملية أولا في موسم سياحي بدأ ينطلق ممتاز ومميز جدا من الجزائرين بدأوا يأتوا بأعداد كبيرة جدا سواء للسياحة لمدة طويلة أو لنهاية الأسبوع في مناطق الغربية في تونس وكذلك السياحة الأوروبيين هذا العام هناك عدد جيدة وموسم سياحي وعد كذلك أعتبر أنه الساحة السياسية في تونس الآن هو الشق الأخطر الساحة السياسية متوترة هناك صراعات داخل الأحزاب أخطر من صراعات بالأحزاب أذكر المشاهدين أن الديمقراطية تنبني على الصراعات بين الأحزاب لكن الصراعات داخل أحزاب خطر كبير على الديمقراطية هناك صراعات داخل الأحزاب وهناك جهات في تونس قد وأقول قد وبدأت منذ قبل هذه العمليات تنادي وتبشر وتولأ تلمح وتشير إلى إمكانية أو ضرورة تأجيل الانتخابات وتأجيل الانتخابات ستكون لعواقب وخيمة سواء على الانتقال الديمقراطي أو صورة تونس في الخارج أو كذلك المثال التونسي في عملية الانتخاب الديمقراطي ضمن دول ما يسمى الربيع العرب أستاذ نصر الدين أرجو أن تبقى معي الأستاذ رضوان المسمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية إشارة الأستاذ نصر الدين إلى أو الإحالات إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بتونس أقططع موضوع صراع الأحزاب أريد أن أسألك عن التحول الديمقراطي التهيئ السياسي والحزبي مربوطا بمسألة الإسلام ومسألة الإرهاب تحديدا ماذا يعطي هذان الانفجاران من غطاء من إشارة من إحالة إلى موضوع الإرهاب والديمقراطية في تونس تحديدا وهي تؤثث لبيت ديمقراطي يحاول أن يتجاوز كل المصاعب وكل المخاطر بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة طبعا نحن نعتقد أن تونس تشق طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية الأولى في العالم العربي ويعني هناك صعوبات طبيعية سوى داخل الأحزاب أو خارجها وهذه التجاذبات داخل الأحزاب وخارج الأحزاب تكثر وتنمو عند اقتراب الانتخابات وهذا أيضا أمر طبيعي جدا لكن هناك أطراف داخلية وخارجية لا تريد لهذا الانتقاب الديمقراطي أن ينجح هناك أطراف تريد أن تفشل الديمقراطية في تونس لأنها لو نجحت بإمكان الله ستنجح هي ستثبت أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأن الديمقراطية يمكنها أن تنجح ويمكنها أن تأتي بنموذج أفضل بكثير من الأنظمة المستبدة الأنظمة الفاشية الأنظمة التي لا تحترم شعوبها والموجودة الآن في العالم العربي بالتالي هناك أطراف تستعمل الإرهاب لإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس هذه الأطراف هي الآن أصبحت معروفة ومكشوفة لدى العالم بأسره يعني أن كل العالم الآن يعرف أن الإمارات هي التي تقود حملة ضد الديمقراطية في مصر في السودان في ليبيا في اليمن في كل دول التي صارت فيها ثورات وانتفاضات شعبية الإمارات مع الأسف أصبحت تمول وتخطط لإجهاض هذه الانتقالات العربية لكي تثبت حسب زعمها أن الديمقراطية غير ممكنة في العالم العربي فنحن نعتقد أننا في معركة حياة أو موت في معركة وجود مع هذه الأنظمة المستبتة التي لا تريد للشعوب العربية أن تتحرر نعم سيد رضوان أرجو أن تبقى معي دكتور أحمد يبدو بالنظر إلى التهيئات السياسية موضوع الحرص الأمني يبدو أن الأمن التونسي يتراخى بلهنية كما يقول الأندلسيون وكأن الشاهد رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة حذر التونسيين من عدم الخوف وأثنع للقوات الأمني ألا تشعر من أن هناك تقصير أمني في موضوع المراقبة والمتابعة الأمنية تحديدا أن يقع هذان الانفجار أمام الصفارة الفرنسية غير بعيد أمام شارع تونس ألا تشعر أن هناك تقصير أريد أن أسألك في موضوع التعاون الإرهابي مكافحة الإرهاب بين الجزائر وتونس ودول المغرب العربي أين هي هذه القضية أيضا هو يستحيل أخي محمد أن تكون النتيجة 100% وأنا أبارد عمل صديق هشام الفوراتي وهو وزير الداخلية الحقيقة مثل الأمن بطريقة ناجعة هذا محسوب للحكومة أنه لا يوجد عمليات تقنية هذا الاختلاق الذي حدث ما هي أسبابه الأمنية من نوع الهجوم على فنادق مثلا قتل مجموعة من السواح مثل ما قال نصر الدين في فندق من فنادق سوسة هذا لم يقع وبالعكس وقع القضاء على تثير من رؤوس الإرهاب في تونس يعني الوضع من هالناحية يطمن يعني يمكن القول أن تونس نجحت في هذه الفترة في القضاء أو تثبيت الأمن العمليات الانفجارية كيف يمكن تفسيرها تفسيرها بتدخلات أنا في نظري تدخلات من الداخل في قوى متدافعة ومتصارعة في داخل الأحزاب مثل ما قال الزملاء مش مبين الأحزاب حتى في داخل الأحزاب وهذا لا يطمأن له أن المقصود الآن عوض إبراز للشعب مشاريع سياسية كبرى ومشاريع حضارية واقتصادية كبرى أصبحنا الصراع هو من يتموقع في أي موقع من هنا للأربعة شهور أو ثلاثة شهور القادمة وهذا خطر كبير هذا الخطر الداخلي وعدم التوازنات ما بين السياحة والفلاحة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هذه أخطار كبيرة حتى في الأسرة في الأسرة التونسية كثيرا من التفكك الذي جعل الشباب والمراهقين ضايعين شوية بدون حزم نعم داخل الأسرة والتدخلات المنبرة التي أشار لها الأستاذ رضوان وهي إماراتية بالدرجة الأولى مع الأسف من قديم الزمان نعم تدخل في ليبيا تدخل في تونس وأنا متأكد لكثيرا من المترشحين الآن سوف يحكموننا بالوكالة بالوكالة عن محمد بن زايد وهذا خطر كبير أن لا يكون القرار وطني نقعد في بعض بعض بلاتوات تلفزية ونجتم قطرة ونجتم تركيا وهما الدولتان التي تتعاونان مع تونس بأكبر قدر من الاستثمارات إرضاءا للناس التي يوجه فيهم ويدفعو لهم نعم أستاذ نصر الدين بالحديد ذكرت موضوع الأحزاب السياسية ويتفق معك دكتور أحمد القديدي بشكل أيضا أوضح كيف نشرح مسألة صراع الأحزاب الذي يتحول إلى هذه الخلاصات الأمنية إلى هذه التفجيرات المخاطر أيضا على تونس حيث نستتوقع أن يأتيها عشرة ملايين سائح هذا العام مخاطر ذلك كيف يمكن تجاوزه أيضا أمنيا واقتصاديا وإعلاميا أيضا أولا وجب العودة للتاريخ لقراءة الواقع والشتراف المستقبل عندما نرى أن إحدى التحولات الكبرى تمت إثر مقتل الشهيد شكري بالعيد وكذلك الشهيد محمد البراهمي نعتبر أن هناك أياد تحاول أن تجعل من العمليات الإرهابية نقاط تحول كبرى السؤال هنا أطرحه بمنطق إعلامي بحث ومنطق صحفي محترف دون أن أقدم الجواب لأنه ليس لأدلة دامغة هل الإرهاب حاضنة سياسية وأقصد بالحاضنة سياسية حاضنة سياسية ضمن الواقع السياسي التونسي الموجود على الساحة التونسية هذا هو السؤال لأن هناك تلاقن موضوعي بين الإرهاب وعديد الأجندات السياسية داخل تونس الموقع السحفي لست سياسي ولست مرتبط بأي جهة سياسية ومن ثم لا أستطيع أن أمر إلى تحليل بمنطق الإفتراض لأنه لا يجوز الإفتراض عند هذه المسافات ومن ثم هل الإرهاب حاضنة سياسية لأن الإرهاب يستفيد منه جهات سياسية بدأت جهات وليس بسيطة مثل أحسن الزرقوني وهو أحد أهم الوجوه السياسية والإعلامية في تونس صاحب مؤسسة صبر عراء راشر في تونس قال كلمة بقية ترن في أذن الجميع لن تتغير المعادلة للانتخابات القادمة إلا بعملية إرهابية هل كان ينطق عن احتمال أم عن وعي أم عن اندراك أم عن سؤال هذا هو السؤال الذي أطرحه وهو المخول له بالإجابة ثانيا هناك جهات في تونس أعلنت صراحة عن عدم ثقتها في الانتخابات القادمة وايتس تستغل هذه العملية إرهابية لتطالب بإلغاء وتأجيل هذه الانتخابات هل هناك علاقة سببية زميلي محمد أطرح السؤال مثلك وانتظر الجواب طبعا أن الأسئلة في السياسة أيضا أهم من الأجوبة والسؤال يتحول إلى الجواب كما تعرف أستاذ مصر الدين أستاذ رضوان المصمودي إشارة الدكتور أحمد في الستوديو إلى قوافل الحرقة أو الذاهبين إلى الجنة الموعودة في أوروبا بحثا نتيجة للبطالة أو ما يسمى بالحائطيون في بلاد المغرب العربي الجانب الضيق الاقتصادي الاجتماعي السياسي كيف يمكن لهذه الفئة أيضا أن تكون نواة للتفجير للاستغلال الأمني في مسائل أمنية كهذا الوضع التونسي تحديدا كنموذج مغاربي يقدم الحراك التحول ولكن يقدم أيضا هذا العطب الاجتماعي في فئة الشباب تحديدا وربما هم يوظفون في هذا السياق يعني نعم هو صحيح أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال صعب منذ الثورة إلى الآن ليس هناك تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي أولا في الوضع الاجتماعي وأن هناك غلاء المعيشة وهناك استمرار لأزمة البطالة يعني أن الوضع الاقتصادي إلى حد الآن ما زال يشكو العديد من المشاكل والصعوبات وهذا يقود الكثير من الشباب إلى الغضب إلى فقدان الأمل ربما إلى اليأس إلى التساؤل هل أن ربما الديمقراطية ليست هي الحل أو أن الديمقراطية لم تقدم لهم أو الثورة لم تقدم لهم قلولا سريعة لهذه المشاكل التي يعانون منها فربما يلجى البعض منهم إلى التطرف أو إلى الهجرة الغير شرعية لأوروبا لكن يعني أنا الحقيقة متفائل جدا أنه أولا الوضع الأمني في تونس تحسن كثيرا في الثلاثة أو أربعة سنوات الماضية الجيش التونسي الآن يعني ميزانيته تضاعفت تقريب ثلاث مرات وأصبح له أجهزة متطورة جدا لم تكن متوفرة تقريبا منذ عهد الاستقلال إلى الآن كذلك الدفاع الأمن يعني هناك تطور ملحوظ في الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية في تونس وأنا متأكد أنها قادرة بإذن الله على الدفاع على هذا الوطن وإن شاء الله سنلحظ أيضا تحسنات في الوضع الاقتصادي ويعني هناك حرب على الإرهاب في تونس شعواه منذ حوالي ثلاث أربعة سنوات وأعتقد أن تونس نجحت نجاحا كبيرا لذلك لم يحدث أي هجوم منذ حوالي ثلاث سنوات أو أربعة سنوات من 2015 وحتى الهجومين متاع اليوم هما هجومين صغيرين جدا بقنبلة يدوية يعني لم تحصل فيها أضرار كبيرة مع شخص واحد يعني هناك محدودية أستاذ رضوان في هذه العمليات الصغيرة جدا أرجو أن تبقى أي مشاهدين الكرام نعود إلى الرئيس باجي قايد السبسي الذي شغل العديد من المناصب المهمة خلال عهود مختلفة بداية بحقبة الحبيب بورقيبة مرورا بزين العابدين بن علي ثم حقبة ما بعد الثورة التونسية التقرير التالي يلقي الضوء على أهم المحطات السياسية في مسيرة الرئيس السبسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صورة صحفية تلخص تجربة الرئيس السبسي في تونس ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من تونس الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسية الأسبق دكتور رفيق مرحبا بك شخصية السبسي رئيس الجمهورية التونسية تدلل على هذا التواصل ضمن حلقات النخبة الحاكمة في تونس جيل عاش البورغيبية عاش ما بعد بورغيبة شغل مناصب أمنية مناصب سياسية ثم وصل إلى سدة الحكم نموذج لهذا الشكل التونسي في الحكم ماذا يقدم من نوافذ سياسية تداخل فيها الآن التعدد السياسي الديمقراطية المستقبل الحلم وأيضا مرض الرئيس الآن يبدو أن رفيق عبدالسلام لا يسمعني من تونس دكتور أحمد أنت واحد عشت داخل النظام وتعرف الرئيس وتعرف كل المشهد التونسي وكنت آخر منصب سفير أحيانا يسموني الصندوق الأسود فلنفتح هذا الصندوق فلنفتح هذا الصندوق فلنفتح هذا الصندوق اشتغلت مع ابن علي وضده مع بورغيبة وضد بورغيبة في آخر لليان إذن اسمح لي نفتح هذا الصندوق شوية وأنت صندوق جيد عزيز وأستاذ الرئيس السبسي ماذا يمثل في هذه التجربة المخضرمة في السياسة والمناصب المتعددة انتهاء بمنصب رئاسي في تونس هو الحقيقة هو رجل الوفاق وأنا شخصيا تدخلت في سنة 11 وبعد في سنة 13 إلى ربط الصيلة بينه وبين الشيخ راجد الغنوشي للوفاق لأن فيه اعتصام هنا واعتصام هناك وكادت الأمور أن تنفلت وكاد الفتيل أن يشعل فساعتها ما نعرفش نندم على هذه العملية ولا من نندمش ساعتها سلة هذا الفتيل وتم وفاق الحقيقة ونعمت تونس بفترة من الوفاق أو التوافق أو الهدوء والرباعي الذي أنشأ هذا نال جيز نوبل مثل ما تعرف إلا أن بعد الحقيقة لما وقع تلاق بين الاثنين مش عارف تلاق إنشاءاً أو للضرر أو بالتراضي ما بين الشيخين أصبحت الأمور أكثر تعقيد وهنا لعبت تثيراً من القوى والأطراف السياسية في تونس لعبة أسميها قذرة في ربح المناصب وربح المواقع وقع تثيراً من المركات في البرلمان التونسي هذا يكون مع هذا وهذا يكون مع هذا والأحزاب أصبحت شقوق هذا حزب شق إلى شقين والأخر إلى ثلاثة والأخر إلى أربعة شيء ما يطمنج إنما شخصية البازي كانت دائماً هي الغطاء لكل هذا وعنده مواقف حاسمة في تثير من المحطات الخطيرة أستاذ نصر الدين قارئاً لمفاتيح الفعل السياسي التونسي الديمقراطية في تونس أنجزت بعداً تعددياً وصل الإسلاميون اليساريون كل الأطياف السياسية وصلت إلى تونس الآن في هذه المرحلة كيف تجد الوضع الديمقراطي ومستقبل الحالة الديمقراطية في تدافعها إلى الأمام بهذا التعدد والتأثيث الذي يشمل كل الأطياف السياسية في تونس عندما نكون متشائمين نقول أن الحال في تونس هو أقل الحالات سوءاً في الوطن العربي أو في الدول التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي هناك هنات وهناك سقطات وهناك أخطاء لكن ما تم إنجازه لا يمكن إلا للجاحد أن ينكره لكن الأهم من ذلك هي الحالة الاقتصادية والاجتماعية نحن لا نزال في تونس ودكتور القديدي تحدث عن الشيخين وعن التوافق وعن الطلاق بينهما بجميع سفاته لكن الأهم هو الطلاق بين الطبق السياسي والعمق الشعبي هذا هو الأخطر وهو الذي يستغله الأهاب وهذا الذي يشتغل عليه العنف وهذا الذي تعتمل فيه خميرة الفساد في تونس هذا هو الأخطر في تونس الطبق السياسي الآن في تونس بسادة التحول مع الباجي نحن نتمنى له طول العمر والصحة وموفور الصحة أيضاً الأخطر هو التحولات الاجتماعية الكبرى التي عرفتها تونس منذ عشر سنوات ومنذ الفين وحداش ومن ثم نحن أمام تحولات كبرى جيل يغادر السلطة أن الرئيس القادم في تونس مهما كان لن يكون رجل الاستقلال ولن يكون من الدولة العميقة بمفهومات تاريخي رجل تونس القادم سيكون رجل شاب تقريباً رجل في مقتبل العمر ومن ثم نحن نودع فترة ونغلق صفحة ونبدأ صفحة جديدة لكن الأخطر من ذلك وهو الانتكاسة التي يمكن أن تعود بها تونس إلى فترة الدكتاتورية الخطر قائم التفاعل قائم لكن الحذر واجب أن هناك عديد الجهات تريد أن تعود بتونس من الدكتاتورية ذهبنا إلى الديمقراطية تعدى أن تعود بنا للدكتاتورية على أن الديمقراطية الفوضى هناك فوضى في تونس لكن هناك الديمقراطية أيضاً ونرجو لتونس الديمقراطية بعد الظهر طبعاً هذا الانتقال بين الأماكن الشتة هو شكل من أشكال التحول الطبيعي لديالكتيك الحياة وبأفعالها المختلفة سياسيا واقتصاديا أستاذ رضوان المصمودي بالنظر إلى ما فعلته النهضة بما فعله الإسلاميون بين قوسين من إسهام من إنجاز في الفعل الديمقراطي من تدافع مختلف يعانق هذه الجهة إذا سألتك عن إسهام الجانب الإسلامي أو الإسلاميين إسلاميون تونس ماذا أنجزوا ماذا بقي كيف يمكن في إطار ترويكا التونسية أن يتقدم الفعل التونفسي عبر الأطياف وأركز هنا على الإسلاميين في تونس الحقيقة أولا الانتقال الديمقراطي في كل الدول العالمة التي حصل فيها انتقال ديمقراطي نعلم جيدا أنه يتطلب مدة طويلة وليس سنة أو سنتين أو ثلاثة سنوات وإنما كل تجارب الدول الأخرى أثبتت أن الانتقال الديمقراطي يتطلب على الأقل خمسة عشر عاماً لم نقل أكثر من ذلك عشرين عاماً واحياناً أكثر لا بد أن نتحل بالصبر يعني لا نستعجل الأمور الانتقال الديمقراطي أو كما أفضل أنا تسميته البناء الديمقراطي يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد الإسلاميون في تونس وحركة النهضة بالتحديد ساهمت مساهمات كبيرة في هذا البناء لأنها منذ البداية يعني اشتغلت بمنطق الحوار وبمنطق التوافق حول الدستور حول القوانين حول كل الهيئات الدستورية حول الانتخابات حول الحكم ومنظومة الحكم حول الحكومات نفسها يعني بعد انتخابات 2014 التي خسرت فيها النهضة وفاز فيها حزب نيدا تونس لرئيس الباجي قائد السبسي النهضة هنأته والنهضة اعترفت بالخسارة يعني وقع هناك تداول سلمي حقيقي لأول مرة يعني في تونس وفي العالم العربي ولكن بعد ذلك عندما دعاها الرئيس الباجي قائد السبسي أن تنضم إلى الحكومة قبلت وانضمت بوزير واحد يعني وزير فقط من بين حوالي 35 أو 36 وزارة أخذت النهضة وشاركت في الحكم بوزير واحد وذلك لإيمانها بأن نحن لسنا في مرحلة خصومة ولسنا في مرحلة إسقاط محاولة إسقاط الحكومات يعني لو ذهبت النهضة إلى المعارضة ربما كانت الحكومة لا تدوم وربما كانت الحكومة تضعف أمام كل هذه التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها فعملت النهضة منذ البداية الحقيقة منذ الثورة إلى الآن على بناء التوافقات وبناء الوحدة الوطنية وبناء يعني بمنطقة تنازل ليس التنازل عن القيم والمبادئ ولكن التنازل لتحقيق الوحدة بين التونسيين وهذا مهم جدا في مرحلة الانتقال الديموقراطي أرجو أن تبقى معي الأستاذ رضوان ينضم إلينا الآن دكتور عبدالسلام رفيق أو رفيق دكتور رفيق عبدالسلام معدرة وزير الخارجية التونسي الأسبق دكتور رفيق مرحبا بكم إذا نظرنا كما يقولون في المرآة ننظر الآن إلى تونس هناك مخاضات سياسية تنجزها تونس بهذا التحدي أو ذاك هناك مخاطر عديدة الإرهاب تحديدا مرض الرئيس الوضع الاقتصادي الذي يشكل أيضا أحد المخاوف الاجتماعية بالنسبة لجيل عاطل عن العمل يحلم بالتحول بإنجاز ما قدمته الثورة التونسية أريد أن أسألك دكتور رفيق تونس إلى أين في ظل هذه التحديات بالتأكيد المشهد التونسي مركب في هذا وذاك لا أحد يشكك أن هناك منجزات سياسية خاصة على الصعيد السياسي من خلال نجاح التونسيين في الحفاظ على جزوة ثورتهم الحفاظ بناء مكتسبات سياسية حقيقية من خلال إصدار سن دستور التحرري من خلال بناء المؤسسات السياسية الجديدة من خلال بناء مؤسسات تحكمية مساحة الحرية التي تتمتع بها تونس اليوم وهي مكسب رئيسي من مكاسب الثورة أمر ثابت ومؤكد لا أحد يشكك في ذلك لكن فيه تحديات فيه صعوبات بعضها متأثن من المعطيات الداخلية وبعضها الآخر متأثن من مخاطر المحيط الخارجي تونس ليست جزيرة معزولة هي جزء من المنطقة من الفضاء المغاربة من الفضاء العربي في صفات عامة الأجواء العامة في المنطقة العربية تتقلب بين الحروب الأهلية وبين الانقلابات العسكرية في ظل هذه المناخات أن تنجح تونس الحفاظ على مكتسبات الحرية والديمقراطية فهذا في حداته يعتبر منجز لا يمكن التهوين منه لكن في نفس الوقت هناك تحديات ومخاطر هناك تحدي اقتصادي اجتماعي تنموي هناك نسافة بين تطلعات وطموحات التونسيين وبين حقيقة المنجز الاقتصادي والتنموي خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والفقيرة بالنسبة للجهات المهمشة التي انطلقت منها الثورة هناك تحديات سياسية ما في ذلك مرض الرئيس اليوم لكن تورسي نهاية المطاف هي دولة مؤسسات وقانون هناك آليات الانتقال السلطة لسنا في مأزق من هذا الجانب شيء مؤكد أن هناك مرجعية دستورية هناك برلمان هناك مؤسسات ستضمن الانتقال السياسي بطريقة سلسة ودستورية في ذل هذه التحولات التي أشرتهم إليها دكتور رفيق تبدو الانتخابات أو الانتقال الديمقراطي رهان أساسي في تحول تونس تأثيث البيت الذي سيأتي قريبا من خلال ما تتهيأ إليه تونس أو له تونس في الانتخابات كيف ترى هذا البعد الانتخابي وماذا سيعطي التونسيون في أصواتهم في حضورهم في بداهة العمل الديمقراطي الذي ينمو بشكل جيد في تونس من مشروع قادم لتونس أهمية الانتخابات في مستقبل تونس تحديدا دكتور رفيق طبعا الانتخابات مهمة لترسيخ هذا التمشي هذا المسار الديمقراطي نحن أنجزنا تقريب محطتين انتخابيتين مهمتين في سنة 2004 كان لدينا انتخابات تشريعية ورئاسية أنجزنا انتخابات بلدية قبل سنة تقريبا وهي كانت في مجملها انتخابات شرفافة وديمقراطية تونس تهيأ اليوم لخوض تجربة جديدة أو محطة جديدة من المفترض أن تكون انتخابات تشريعية في شهر أكتوبر وتريها مباشرة الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الانتخابي موضع اتفاق بالنص السوري وكذلك بالتمشي السياسي وبالتوافق بين مختلف الكتل السياسية هناك مشكلة طارية لأن تتعلق بالوضع الصحي لرئيس الدولة نتمنى له الشفاء العاجل وإذا تبين أن وضعه الصحي يصل إلى حدود العاجز عن أدى مهامه أو حالات أخرى ستجتبع المؤسسات الدستورية وخاصة المؤسسة البرلمانية معنية بصورة مباشرة بضمان انتقال السلطة بصورة سارثة ومؤسستية نحن ذاهبون في كل الحوال لهذه الانتخابات لأنها ستبني شرعية شعبية مبنية على الاختيار الشعبي العام السلطة في تونس لا تنبني على الاختيار العسكرية ولا بسلطة الأمر الواقع هي سلطة مبنية على الإرادة الشعبية العامة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من تونس الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق دكتور أحمد كنت أشرت في البداية إلى ما يسميه المؤرخون عادة فجوة التاريخ والفجوة في التاريخ والفجوة السياسية أيضا موجودة وقد أشرتهم إلى المجلس الدستوري أو إلى الحالة الفراغ المحكمة الدستورية يعني الجزائر عاشت هذا الوضع لإشكال الدستوري في مسألة الذهاب الرئيس ووقع ما يقع الآن كيف ينظر الآن إلى مرض الرئيس إلى ما بعد الرئيس إلى ما يمكن أن يكون أيضا كل واحد بصراحة كل واحد سيطانه في جيبه ناس طبعا تتمنى الصحة للسيد الرئيس ونا طبعا منهم وأولهم ولن كل واحد سيطانه في جيبه وعنده حسابات خاصة هذا الاختر في وضع إقليمي لا يطمأن له ممكن أن نقول أن في الجزائر ما فيش الآن رئيس في ليبيا ما فيش الآن رئيس في موريطانيا في رئيس مشروط في انتخابه والمعارضة غير قبلة به في اليمن الوضع يعني أكثر مما يتصور الإنسان هذا الوضع الإقليمي إحنا تونس ما نشي قمر فضائي في الفضاء منعزلين على هذا الواقع إحنا نعيش ونتفاعل مع حدودنا حدودنا مع الجزائر مع ليبيا اللي هما غير مستقرين لهذا ولا ذات ونتمنى لهما الاستقرار وخاصة كف أياد التدخل الشرير في دولنا كله في دولنا وفي مجتمعاتنا فالذين تمناه لتونس بالصراحة هو ما تمناه الجمالات السابقين الذين تحدثت معهم أخي محمد هو أننا ننجو بهذا المركب التونسي نحو مرسى النجاة على الأقل بأقل التكاليف وأقل الأضرع كل النجاة وكل الأمن وكل المستقبل الجميل لتونس شكرا جزيلا لك هنا في الستوديو الدكتور أحمد القديدي سفير تونس السابق في دولة قطر والشكر أيضا موصول للأستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي أستاذ نصر الدين شكرا جزيلا لك شكرا أيضا للأستاذ رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية من تونس شكرا لكم ضيوف الأعزاء مشاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم زميل مجاهد شرارة والشأن الليبي وفيه قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على كامل مدينة غريان معقل قوات حفطر غربي البلاد ابقوا معنا اليوم أخذنا أماكن كبيرة من العدو سيطرنا بالكامل على خط النهر سأره لك